عزيزي او عزيزتي انت تتمتع بالكثير بالكثير من الميزات انت طيب انت طيب جدا باللتي انت طيب طيب العقل طيب الروح طيب القلب انت عزيزي سفير المحبة والسلام لماذا لانك انساني بزاف لانك متعاطف بزاف متعاطف جدا وحساس تشعر بالاخرين تشعر بألمهم تشعر بحزنهم وتفرح لفرحهم كذلك ارى ان في داخلك صحوة عميقة جدا صحوة تجعلك ترى النور ترى الوضوح في حياتك وتقوي طاقتك الايجابية كذلك ارى ان خيالك الواسع يجعلك تسافر يجعلك تتجول في عالمك الجميل في عالمك الخاص تصور صور رائعة مليئة بالالوان مليئة بالامال مليئة بالافراح وترى كيف تتحقق امنياتك نعم انا اراك شخص ناجح جدا نعم ناجح جدا مهما كانت وضعيتك انا اراك شخص ناجح فقط عليك ان تصدق ذلك فقط عليك ان تقوي ايمانك اريد ان ارى المزيد انا القرطة تكلمني عن الكثير الكثير من النجاح الكثير من النجاح لانك تتمتع بايمان بايمان قوي بايمان عميق جدا ايمان نابع من اعماق الروح وهذه القوة الطاقية السماوية هي سر نجاحي سر نجاحك مهنيا نجاح عاطفي نجاح دراسي نجاح عملي نجاح صحي في كل في كل النواحي في كل نواحي حياتك في كل ما تريده في كل ما تلمسه لذلك ارجوك عزيزي ارجوك عزيزتي كوني سعيدة كوني سعيدا لا تقلق اطرد الطاقة السلبية اطرقها نعم اطرقها واطردها لا تقلق افرح مهما كانت وضعيتك افرحي وارفعي ذبذباتك كوني سعيدة كن سعيدا لا تقلق ابدا لا تقلق كن سعيدا وسترى كم من الابواب تفتح لك يا عزيزي هناك ابواب كثيرة لكن عليك ان تراها ان تفتح عينيك بالنسبة لحياتك العاطفية هناك شخص يراك كاللؤلؤ السماوية يراك ارقى واجمل ما رأت عيناه انت بالنسبة لهذا الشخص هدية سماوية انت هي قراءة للنساء والرجال انت هدية سماوية بالنسبة لهذه المرأة والابراج ابراج النارية حمل اسد وقوس ترابياء عذراء جدي وثور وهوائية ميزاندل وجوزاء هذا الحبيب دعوني اخبركم ان ما يجول في داخله ما يجول في اعماق قلبه وروحه وعقله لا يمكنكم ان تتصوروا مدى جماله لا يمكنكم ان تتخيلوا ماذا ارى انا يعني انا اراه طاقيا وارى اشياء جميلة جدا هذا الشخص جميل جدا هنا بينكما جاذبية ربما هناك شخصا في حياتك لان اراه هنا شخصا يحب جوج به كيف يبغي اراه هنا ربما رجلين لكن الذي تسأل عنه في عقله انت تسبح في عقله وهو يسبح بك او يسبح فيك يراك مختلف تماما عن الاخريات ويدرك ان ما يشعر به تجاهك ماشي نغمال غير عادي حبيبك لديه امنية يرغب تحقيقها انت كذلك لديك او لديك امنية ترغب بتحقيقها يعني طاقتكما متشابهة قد يكون توأم شعلتك وتوأم روحك هذا الحبيب لان طاقتكما طاقات قوية طاقة ذبذباتها عالية ارا هنا الكثير من الجاذبية والانجذب والشغف شغف قوي بزاف نار نار روحية ليست فقط جسدية نار روحية وقلبية وعقلية استغفر الله يربي الحبيب هذا الحبيب اذا كانت هناك عقبات وعوائق هذا الحبيب يتصور معك مستقبل نعم يتصور معك مستقبل سعيد مستقبل زاهر ومستقبل مشرق هذا ما اراه ما في عقله الكثير 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 من الجاذبية لكنه لا يعبر عن مشاعره الحقيقية لكن هناك اخبار قريبا اخبار صار هناك افراح الله 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 هناك لقاء مع هذا الحبيب ولقاء مفرح نعم تو امروحك وشعلتك ربما انت ترى الارقام المتكررة 11 او 11 او 22 او 11 شوفوا تتكرر رقم 11 يتكرر او رقم 7 ورقم 4 77 77 44 44 هذه الارقام ربما تراها انت واذا كنتم تريدون ان ان اتكلم عن هذه الارقام ومعناها السحر والسماوي طلبوا ذلك في التعليقات وسافعل وخا هناك شيء في حياتي يراه او يسمعه يوميا ويذكره بك يوميا لدرجة انه يشعر انه سيجن لانها تتكرر لا ادري ما هو اسمك او شيء يتعلق بك يراه ويسمعه يوميا ويذكره بانك بانه يحبك بانك تعيش في قلبه وليس في قلبه بل في روحه وهذا وربما انت كذلك تصلك اشارات تراه ترا اشياء تتعلق به اسمه او لا ادري تراه او تسمع اشياء تتعلق بهذا الحبيب ولا تصدق لانها تتكرر بطريقة غريبة عجيبة ولا يمكنك تصديق ذلك وهو كذلك يعني يحدث له نفس الشيء انتم توأم شعلة وتوأم روح يعني لديكم نفس الطاقة نفس الطاقة هذا الحبيب يبكي في خفاء في السر يرى اشارات اشارات تدل على ان ما يربطكما قوي جدا وسحري وحقيقي جدا وابدي عندكم قرطات روحانية قوية بزا لكن هذا الحبيب يحاول تجاهل هذه الاشارات السماوية لماذا لانه يشعر انه غادي حماق سيجن من كثرة هذه الاشارات ويعني لا يمكن تصدقه من الخيال يحاول تجاهل هذه الاشارات لانه يشعر انه سيجن لا يصدق لا يصدق يعني لا يصدق ما يحدث له لكن في الاخر هو يقول لنفسه انت تحبها انت تعشقها حقا انت تحبها هذا هذه المرأة او هذا الرجل يعيش في قلبك في قيانك في روحك يشعر يعني بهذه الجاذبية النارية الشيطانية وقلت جاذبية ليست جسدية بل جاذبية روحية روحانية عقلية قلبية ومن كل الانواع تفهموا ليست فقط جسدية يعني اقوى يعني هل نتكلم عن حب سامي سماوي الحب توأم الروح والشعلة لمثلة لا حب صافي بالزاف استغفر الله أريد أن أرى ماذا سيفعل رغم أني أرى هنا تدخل القوات السماوية العدل السماوي العدالة السماوية وهو كذلك وكذلك سيقاوم وسيفعل أشياء لا تخلوني نزيد هذا حبك هذا الحبيب يتجاهل هذه الإشارات لكن الإشارات تصر 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 يوميا لماذا؟ لأنه عليه أن يفهم عليه أن يستيقظ عليه أن يقاوم العقبات لأنه يريد تحقيق أمنياته يريد تحقيق أمنية أمنية معك لكنه يهرب من هذه الإشارات السماوية لكن هذا الحبيب يقول لنفسه لماذا؟ لأنه يتألم ويتمزق ويشتاق يشتاق لنظراتك اللامعة والعميقة وابتسامتك الجميلة يقول لنفسه كفى يكفي كفاك خداعا كفاك كذبا يقول لنفسه عليك مقاومة هذه العقبات لتكون سعيدا لتحقيق أمنياتك وحلمك لأنك أنت يعني هذا الحبيب يتكلم مع نفسه عنده مونولوج مع نفسه لأنه يعاني يريدك يحبك لكن لا يتكلم عن المشاعر وهو ما في عقله ما في عقله يعني إيجابي جدا وجميل جدا هذا الحبيب يريد أن يحقق كما قلت في البداية أمنية وهي حياة سعيدة حياة زاهرة وحياة مشرقة وهذا ما سيحدث هذا ما سيحدث لذلك أرجوكم كونوا متفائلين لأنها قراءة سعيدة ما أجملها من قراءة عزيزي برج الدل وما أروعها لنرى ما هي القراءة عفوا الرسالة تتكلم عن التحول وعن التغيير عبر هذا الحب الجميل الذي يفتح لك ذراعه ستتحول شيئا فشيئا إلى نور وسا ستتحد ستتحد يعني بالطاقة السماوية وبالحكمة نعم سيحدث هناك تتكلم عن التوحد توحد سماوين وهذا ما يحدث لتوأم الشعلة وتوأم الروح هناك توحد قريب هناك اجتماع قريب مع توأمك الله على قراءة سحرية وجميلة بزر أتمنى لكم الخير أتمنى أن تستمتعوا بالأمطار السماوية اليوم أمطار النجوم وأتمنى لكم الخير والصحة والكثير الكثير من السلام الداخلي والفرح لنبغيكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة